يرجع ميده يغيب ساعد ساعد سمير مدافع الفريق أدى تدريباته في الجيمانيزيام وفقا للبرنامج العلاجي بعد إصابته في المباراة الأخيرة في العضلة الخلفية وكان خرج من المباراة مباراة كونكري مصابا في العضلة الخلفية كمان عمر السلية بيخط تدريبات تأهلية في الجيم وبدأ يتعافى نسبيا من شد في العضلة الضم عمر السلية لعيب مهم كان وصل لحالة من الاستقرار الفني والاعتماد عليه في نص الملعب كلها لعيبة هم في قمة حطاقهم وأول ما يستوي وأنا ليه تعليق في هذا الأمر لأن البعض حتى في السودات التحليل بقول لإحنا في أول الموسم حتعودوا تقول لنا للجاد والقراق الجماعة العرب تنادي القالي ما بفضوش شنطيتهم الشنطة جاهزة عشان يخدوها من هنا وينزلوا يا طيارة يا إتوبيس يا تمريد هذه حياتهم فمسألة الإرهاق بتاع الصفر وتغيير المناخ المستمر ده لما يكون هرق لازم يجيلوا شد يعني رفقا ويعني نبقى شايفين الحقيقة لأن كل اللي بتكلموا كده هم لعيبة كرة عارفين إنه ما يقدرش يسافر وشنطته معاه ويرجع بعدين يقول له 12 ساعة راحة وبعدين تعالى التمرين عشان يروح في مناخ تاني خالص عشان يسافر بإتوبيس ومر بالطيارة هذا هو الإجاد الذي يتحدث عنه للأهلي والذي أصفر عن كل هذه الإصابات وإلا يعني الإصابات في بداية الموسم حتيجي إزاي يعني مهم